حبان بالجميع وماسك رائع رائع حيخلي شعرك حرير ومجرب مع وصفات طبيعية ومفارس الأخوات اللي عندهم الشعر متضرر بالسباغة وبالكاراتين وبروتين عليك بهذا الماسك يلا نتعرفوا على المكونات حت تخضوا حبة من الموز تكون الموزة مستوية لغاية ما يصير القشر تبع الموزة أسود لازم تكون الموزة مستوية زي ما أنتم شايفين بجد يا بنات أول ما حتعملوا هذا الماسك حتدعيوا لي حتعملوا هذا الماسك أخواتي مرة في الأسبوع أو مرتين في الأسبوع على حسب الأخوات اللي بيغسلوا شعرهم مرتين أو ثلاثة في الأسبوع تعملوه مرتين أو مرة في الأسبوع حتشوفوا شعركم حريض بجد يا بنات رائع ومجرب وأنا شخصيا جربته حتخضوا موزة زي ما قلت لكم تكون مستوية لغاية القشرة التبعة تكون أسود وبعدين بتدعكوها بهاي الطريقة اللي حابة تحطها في الخلاط تحطها الموزة لما بتكون مستوية ما تحتاج الخلاط أبدا تخلطوا هذه الموزة وتدعكوها لغاية ما تصير ناعمة الأخوات اللي ما عمليش عندي الشراك في القناة تعملوا عندي الشراك في القناة فضلا وليس أمرا وما تنسوا حبيباتي تفعلوا الجرس الأخوات المتتبعات لدخلوا عندي جداد تفعلوا الجرس عشان يوصلكم جديد في جديد وصفات طبيعية ومفارس اللي هي مجربة وما تبخلوا علي حبيباتي بلايك اللايك بخلي الفيديو ينتشر ويشوفوا غيركم فضلا وليس أمرا تاني مكون عندنا المايونيز المايونيز حبيباتي يكون خالي من أملاح حتاخدوا المايونيز تبع الأخوات اللي بيعملوا ضايت بيكون خالي من الأملاح حتاخدوا تقريبا معلقة كبيرة من المايونيز خالي من الأملاح وثالث مكون اللي هو ضروري أخواتي هو زيت السمسم زيت السمسم كتير رائع للشعر و للفروة الشعر بيغذيها و بيطول الشعر و بيعمل لك كتافة في الشعر ومجرب هذا الزيت السمسم حتاخدوا معلقة كبيرة من زيت السمسم يخلط المكون جيدا يا بنات لازم تخلطوا هذا الماسك جيد جيد لسه فيديونا ما خلص بتمنى تكملوا الفيديو للآخر بجد يا أخواتي حتستفدوا من هذا الماسك لأنا مجرباه شخصيا طريقة الاستعمال أول شي حترشوا شعركم بالميا ما تعملوا هذا الماسك على الشعر يكون ناشف ترشوا شعركم شوية بالميا بالبخاخ أو بيديكم وبعدين بتحطوا هذا الماسك وتعملوا كيس بلاستيك وتخليوه مدة ساعة كاملة وبعدين بتغسلوا بالشومبو فقط ما يحتاج البلسم لأن هذا الماسك بيخلي شعركم حرير بتمنى يعجبكم هذا الفيديو وما تبخلوا علي باشتراك في القناة فضلا وليس أمرا من وصفات طبيعية ومفارس لهي مجربة وخليوكم لآخر الفيديو فيديونا لسا ما خلص وحننخدوا حبيباتي السفار بيضة بس ما تاخدوا البيضة كاملة السفار فقط البيض بيجد سفار البيض بيغذي الفروة وبيشيل لنا القشرة الأخوات اللي عندهم القشرة أو الحساسية اللي بتكون في الفروة سفار البيض بيجد بيغذي الفروة الشعر ونخلطوا المكون جيدا هذا الماسك نخلطوه جيدا الأخوات اللي حيسألوني ام فارس هذا الماسك ينفع نخليوه في التلاجة لا حبيباتي ما ينفع أول ما تعملوه تعملوه على شعركم على طول ولما تحتاجوا عيدوا الكمية من جديد وبقول لكم مع السلامة شكرا ترجمة نانسي قنقر